موسيقى 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 عاجون في الأطباء جديد、 من أطباء رمضان جبن gets them بـ которسنطبق قد تعملنا ح مرحبين مرحبا عاجون ليس بتم تأكيد سوف تقوم بقيت سمبوسك لم تكن لديكم أم لا؟ البيزا؟ لا، ليس نوع آخر مثل الفطاير نعم، نعم، نعم يجيون ونقوم بقيت ودينا العدس الذي تأخره هي نجعلها على النار ونجعل البيزا على النار سنقل غصار ونجعله بالشربة يعني العجينة البيزا لا يمكننا أن تقول أنها جهزة حقيقة العجينة سنقل الآن عن طريقة العجينة التأخرى، هناك البيوت أخرى وانا السلصة لا تتاجه عليها ولكن العجينة لا تصبحت معهم العجينة سهلة هي مثل ما هي الخلطة سهلة العجينة مكونة من حليب ومي على القياس نعم، فلنجح أربعة جلاسات طحين، جلاس واحد حليب، جلاس واحد ماي ونخلي بيغة واحدة وبهارات أكو بهارات مع البيتزا خاص هذا خاص للبيتزا نخلي قليل من الخميرة أدى لها المضل العجينة مثلا لا تتخمر بين الخمسة وعشر وثلاثين دقيقة كافية لها كافية تمام طبعا أكيد البيتزا هي وجبة خفيفة كتير يعني هي ما فينا نعتبرها أساسي من أطباء الرمضان فهذا الشي أنه شو نعمل معه يعني معدل شوربة أكيد لازم شوربة دائما تكون موجودة على المائدة بفترة رمضان صحيح هو لازم أكو أكل دسماء يعني مثلا نقول لحم أو سمك أو دجاج أو روبيان أو يعني من هاي اللحوم هاي تكون زائد خير عليهم يعني طبعا نعتبر أنه هي أكلة سنوية لا أكلة رئيسية موجودة بالمائدة صحيح بس تعرفين غولستانك وناس يعني يعتبروها أكل رئيسية فيه محبي البيتزا كتير بيحبوها لدرجة أنه بفضلوها على أكتر الأكلاق يعني من يأكلها يقول أنا أكل دسماء يعني يقول أنا ما أكل تمن ما أكل لحم ما أكل سمك هاي هاي كافية وبالمقابل كمان فيه ناس بتقول أنه أنا البيتزا ما بتشبع عني لازم يكون فيه لحم فيه تمن حتى قدر أكل صحيح ماشي الشفعي مات فيك تبلج حاليا هيا هيا العجينة طبعا هي تخمرت جاهزة طبعا العجينة هي أهم الشيء عادي عجينة اللي بتزاد ما كانت رئي أو يعني بتكون طيبة أكتر صحيح الناس يحبوها رقيقة لا يسعى ترى السواة مع العجين هذا البهارات مع البيتزا يعني يقدروا الناس يخلوهم حبة السودا هناك ناس يسمون حبة السودا هناك ناس يسمونها حبة البركة كل مكان يسمونها شكل يعني نوية العجين تكون طيبة انت حاطت هذه حبة البركة مع العجين نحن نحاول نخلي الصينية ونشتغلوا براحتنا لأن بعدين تكون تصعب علينا نشيل حسنا الطريقة الستة البيتية تكون مرتاحة فيها بالعادة أو حسب الطريقة لأنها صارت هنا من العجينة العجينة صارت جازة طبعا البيتزا هي في جبنة وفي كمان لحم ما رح تحط كمان هذا معجون معجون طماطع رح نضيف عليه شوية زيت حتى يصير خفيف مهم رح تدهن فيها العجينة نسوي العجينة وفي الحمار تطلع طيبة خاصة من لحم بمعجنة من المشتصة من لحم محاول محاول المخلوق طبعا البيزا يستطيعون بالخضروات، باللحم، بالدجاج، يعني أشكال وأنواع أكو أكو خاص ما البطاطا، أكو ما البنج، يعني ميت نوع أكو ما البيزا حسب الناس الشو يحبون في منهم؟ يعني مو ذروري يحبون مشكل، يحبون بس الجبنة، يحبون مثلا اللحم يعني مو ذروري اللحم والدجاج يعني خضروات عادية و ايه خضروات، فهم يحبون بس المرتدلة ويحبونه صحا سالسلسة هي تكون دائما حسب زوف؟ لا الشخص يحبوه نحن نحن نسوي بها طريقان ما أريد أحب لي ويعني أنه خضروات بعد أحب أحبوا ما هي الخضروات التي تضيفها؟ بصل، طماطع، فلفل، وأنت تشعر بها جبن بعد هذا هو الذي يتزعر قليلاً يجب أن تكون الآن أتوقع بعد اللحم أنت تضيف الجبن؟ آخر شيء تكون جبن آخر شيء؟ آخر شيء؟ نعم تقطع البصل نعم 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 راح نقطع فلفل أفضل كمان هي بطريقة دائرية بتكون تقطيعها طماطق كمان نحن نضع معجون تحته عادي إذا لم نضع طماطع أو لازم تكون موجودة تكون طعمة أطياب طعمه أطياب يصير والمعجون الذي لا يجعلناه فقط للطعاف يجعلناه حتى العجين منه يستوي إذا يبقى مكان ما الفراغ يبين لونه أحمر المشهه لا يكون لونه مثل العجين لا يكون لونه حلو يتغير اللون خاصة السطح الآن الخضروات كمان صار جازة ظل عندك بس العجين أتوقع بس الجبنة هلأ هاي الخضروات ما في عليها شوية ملح أو ممكن نخلي ملح شوية بس على الطماطع لأنه اللحم والعجين كله ما في داعي يعني يخلي شي بصيت البصل ما يحتاج طبعا أكتر شي الجبني هون رح تخليها تتماسك أكتر ايه بحيك صار جاهزة لنحطي الفراغ نحن نخليها بالفرن نحن نخليها بالفرن نشوف الشورة معنا قدي لازم تضل بالفرن شافعيمات تقريبا يعني يعني تقريبا شي ثمان دقائق عشر دقائق يعني مواصر طبعا نحنا حكينا أنه نبيتزماله وجبة أساسية وجبة سانوية موجودة دائما يعني بعض بيحبوها صحيح البعث أساسي والبعث أساسي صح تمام بس هي بالنهاية أنه كوجبة سريعة ودسمة وطبعا أكيد كنحن كالهون يعني اللي بيحبوا الأكلات الدسمة كتير ما بيعتبروها أكل أساسية صحيح فهي طريقتها سهلة كتير يحاول يعملوها بالفطور هي بسيء تنوعه أكتر بالأكل نحن سنحتاج بصع حتى نسوي للشربة نحن نسوي نصف كافي انه يطبط إذا نسى نحن نقلل شعرية أول شيء هاي مشان الشوربة مشان الشوربة طبعا إنتي العجز حطوا على النار شوية طوبة لأنه يتأخر هو هسا استوى صار جاهز بس نحن نقلل هاي الشعرية قبل اللون مال هاي يصير ذهبي راح نخلي البصل يستوي نسوية نضيفها فوق الشعرية يحتاج لفت أربع خمس دقائق حتى الشعرية تستوي نقدم الطبق هاي هسا البصل نخليه طبعا هذا البصل ينطينها طيبة ويا الشوربة والشعرية يخليها تثخن نحن نضيفها من نيستوين هو والزيت مال راح نضيفها بالعدس طبعا 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 نحن نضيفها شعرية والزيك دعنا صحيح سنحرك سنضيف الماجي الماجي بالعدس نضيف ملح نضيف ملح نضيف ملح و الكمون و العدس نضيف كركم نضيف لونه بصفار نضيف لونه نضيف نرى البيزة لا ننسى نضيف 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 خمس دقائق ثلاث دقائق ثلاث دقائق ثلاث دقائق نرى البيزة نخرج نخرج ثلاث دقائق مصدخ نضيف نضيف ننصد على الواتساب وعلى الفايبر وكلهم عندهم فيسب تليفوناتهم بس منك ربارات ما تخليني ورأيت لانتصرت كبيرة ماذا لو كنت أنت أيها الأب أو أنت أيها الأم لديكم بعض الصفات السلبية أو بعض الممارسات الخاضية ماذا تتوقعون من الأبناء غير أنهم سيقلدونكم أنا حبيت أدخل حالي حال أبويا وأخويا وأصدقاء أخويا الكبار يعني عشاني ما يصر أحب مكياج مواني كبيرة هل نعرف أثر الدلال على نفسية الطفل وعلى شخصية الطفل وبنية الطفل؟ دخلت للمول وشفت كل أشياء طيبة وبابا دام أن ينطيني فلوس مصروف عالي هالمرة ما نطعوني هل في يوم من الأيام فكرنا أن هذا العدو نحن من فتحنا له الأبواب ونحن من سمحنا لإبنائنا أن يتلقونا منه تلك الأفكار السلبية؟ اشتركوا في القناة ورجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل لنكمل أكلة البيتزا هي أكلة غربية وأكثر شيء اللي بيعبوها كان محبوبة دول البحر المتوسط فرنسا وإيطاليا دول كثير كمان يعني قديم كان اليونانين كثير بيعمل اليونان بيحبوه يحطوا عليها اللحم بيحطوا عليها الخضروات هي مثلها طبعا هي وجبة مثل ما قلنا هي الثانوية بعض الناس بيحبوها أساسي وبعض الناس بيقولوا أنه هي وجبة ثانوية وهي وجبة ما فينا نقول أنه هي دسمة كثير بس فيها عجين يمهم دسمة بس يمهم دسمة بس يمهم دسمة إذا ما يأكلت مهمة أنا ما متغذي تمام صح حسب الأشخاص طبعا حسب الأشخاص هلأ فينا نقول أنه أكلة البيتزا صار جاهزة ولا لسه بدأت الآن الشوربة صار جاهزة والبيتزا بعد دقيقة نحن نفرر الشوربة هذا الطبق حسنا هل سأصبح ثخينة؟ حسنا مثل ما قلتب هناك ناس بيحبوها هيك ونفس الوقت في ناس بيحبوها شوربة تكون يعني ما تخينة كثير يحبو يشربوها حتى أنه مثل المي خاصة برمضان لازم تخينة حتى تريح المعدة صامت حتى الآن الشوربة صار جاهزة طيب الشوربة بدأت زينة أو هيك شيء لا بدأت زينة ممكن نخلي حاموض هاي إذا نريد نقدر نخلي حاموض أجمالها أدنا هذا الفل سأخذ الميزا تبا تبا تم تحديث بالميزا تبا تبا هل سوف تقطعها في الطريقة التقطيع للمشاهدين طريقة التقطيع البيتزا هي سهلة تظهر جميل بشيء كمان بنفس الوقت مشاهدين كراما انتوا تقدرون عجين جبن لحم خضروات اي شيء تقدرون اكيد هي من الوجبات السريعة والسهلة لسف البيت هلا بيكون معاها وقت تحضر هيك شيء فورا راح مفرغ هنا حتى نقطعها اها بتقطع بعضين متحطة راح قطعه اللي تريدين تكترين صفتيها يعني شون ما تريدين طريقتي للتصفيت كيف تشمو ما تحبين حسب زيت البيت كيف تحب تصفت صح طبعاً هي شوية سخنة بس هي انو البيتزا لازم تتاكل سخن يعني فوراً البيتزا هي من المأكلات انو لازم اذا باردة صارت خلص معد يكون اللي طاعم هي بس اهم شي ما تكون يعني جامدة بس اذا تكون باردة عادية يعني تنكل بس اما شون جامدة يعني انو مثلا يعني اذا تكون بالمجمدة هذا ما تنكل لازم تتحمى بالمايكروب بعدين تنكل طويلة طبعاً اكيد صارت جائزة هون اكلت الحصول ساعدنا طبق البيتزا صار جاس متر ما شوفونا عزائل مشاهدين نفس هاي التريقة نحنا خلينا لحم يعني ممكن ممكن 50 غرام خلينا تقدرون تخلينا دجاج تقدرون تخلينا خضراوات الشون حساء خلينا خلينا خضراوات فلفل وبصل وطماطا تقدرون مو بس هاي الخضراوات تقطعين باجنجان واحدة وقطعة بطاطا تقليها بالطاوة تطلعيها من الطاوة تبرت تجين تخليها فوق العجين تخلي طماطا وبصل وفلفل تخلي الجبن فوقها تخليها بالفرن تطلع طيبة مثل ما هاي لحم هذيك خضروات هذيك همبي تكون طيبة خاصة مع الباجنجان والبطاطا أكيد وخاصة انتو هون أللت اللحم قدر الإمكان كان فيها خضرة كتير هون بس شوي يعني الشيء الصعب انه هو العجينة انه في حال الناس فيما انهم بيعملوا ريجين فيما انهم بينزعجوا من هذا الشيء بس اتوقع هي خفيفة كمان بنفس الوقت وانتي سألت على المعجون قلتي هذا عليش خليته خليت طماطا فعلا هو مبين لون طلعه كتير لون المعجون اش لون طلعه حلو والطماطا أخذت لون مالها يعني مكان مالها والمعجون أخذت مكان مالها بل إضافة للشوربة طبعا هي دائما ضرورية على وجبة الفطور وخاصة مثل ما قلت انه من البداية نشرب شوية شوربة ترتاح المعدة وبعدين من بلش هذه الشوربة يومية ان شاء الله قبل ما تفطرون خمس دقائق تشربون مثل هاي شوربة العدس هي جدا مفيدة لجسم الإنسان وخاصة قبل الفطور يعني تفتح المعدة من تجون تاكلون ما يسرعتكم أي مشاكل بالمعدة لا يسرعتكم بعدين من تجون تفطرون تكونون جوعانين هواية تاكلون والمعدة ما لكم تتخربط ويسرعتكم ألام متمنى انه تاكلون شوربة تشربون شوربة تشربون سوب أو شوربة قبل الإفطاح طبعا الشف عيمات شكرا لك يعني أحلى شي فيك انه وسهلا لما بتعملنا طبع بتعملنا بطريقة يعني هيك سهلة كتير إنه ست البيت ما بتمل أو في أحيانا لما بيكون الطريقة صعبة بتمل فؤلها ما بقدر عمل هيك شي فهي طريقة سهلة بتشوف إنه هي سهلة بتقدر بأي لحظة إنه تقوم بتعمل بها نحاول نسهل الأمور حتى لا تقول وحدة أنا ما أقدر أسويها يتسويها ويخلي غراب بها نحن نحاول إنه قدر الإمكان ست البيت إنه مضل ساعات طويلة بالمطبخ شكرا لقلك الشيخ عيمات وشكرا على المتابعة ومشاهدينا إن شاء الله صحتين وعافية وصيام مقبول إن شاء الله إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة